اهلا بكم الى حلقة جديدة من سوريا اليوم تدخل مروحيات الاسد على اجواء ريفي حلب الغربي والجنوبي في خطوة تصعيدية جديدة من قبل روسيا والاسد على المنطقة والمستمرة منذ اسبوع بعد هدنة هشة وتتصاعد مع كثافة القصف والتنوعه اعداد الضحايا المدنيين والذين يرتقون كعواء نتيجة كثافة سكانية وانعدام الاماكن الامنة الابدة والتهجير طريقان يأخذان للهدف الروسي ذاته والمتمثل بالاقتحام البري لجبهة ظلت نائمة لسنوات الا ان هذا السباة قد يتحول لجحيم يشابه ما يعيشه جنوب وشرق ادل في محورنا الثاني ومع تصاعد حملة روسيا والاسد تتقاطر قوافل النازحين نحو الحدود السورية التركية والمقتضة اصلا بمئات الالاف اقتضاظا يولد ضغطا متزايدا على تركيا التي لجأت اليوم لخطتين تتمثل باقامة منازل مسبقة الصنع للتخفيف من معاناة المدنيين كما يصرح المسؤولون الاتراك لكن هذه البيوت تفتح ابوابا للتساؤلات حول مدى ديمومة حالة النزوح وتحول الحدود لمنطقة سكن دائما بعد ان سيطر النظام بدعم روسيا على قرى وبلدات النازحين اضافة لتساؤلات حول مصير احتياجات بقية النازحين الذين لم يطلهم اي مشروع اهلا بكم شنط الطائرات الحربية الروسية موجة من القصف الجوي هي الاعنف منذ عدة ايام ارتكبت خلالها عددا من المجازر بحق المدنيين في ريفي ادلب وحلب موقعة عشرات القتلى والجرح بين المدنيين في حين يلف الغموض المشهد العسكري وجبهات القتال في ريف ادلب الجنوبي والشرقي تتجدد المأساة الانسانية شمال غربي سوريا مع التوسع المستمر لدائرة القصف الجوي الروسي وصولا الى ريف حلب الغربي لتحصد مزيدا من الضحايا مع دخول الطائرات المروحية على مسرح القصف الجوي الدفاع المدني قال ان الطائرات الحربية الروسية ارتكبت مجزرة بحق عائلة كاملة في بلدة كفارتعال بريف حلب الغربي اضافة الى قصف موسع طال عدة قرى وبلدات في المنطقة ذاتها مقعة قتلى وجرح في بلدة اتقاد ومحيط الفوج ستة واربعين وجذرايا وكفر نوران جنوب حلب وغربها ومن ريف حلب الى ريف ادلب يتجدد المشهد اليومي منذ اشهر باستهداف كل من البارة في جبل الزاوية ومعردبسة مخلفا قتلى وجرح جنوب شرقي المحافظة ليبقى الرقم مفتوحا امام مزيد من المجازر التي ترتكبها الطائرات الروسية وعلى وقع القصف العنيف تتوجه الانظار الى جبهة ريف ادلب الجنوبية الشرقية التي تشهد معارك عنيفة منذ ما يزيد عن شهرين بعد الحديث عن وصول اسلحة نوعية لفصائل المعارضة قوات نظام الاسد تكثف من هجماتها العسكرية بعد السيطرة على مساحة واسعة كان اخرها بلدة جرجنازل استراتيجية جبهة ادلب اليوم تشهد حرب استنزاف لكل الاطراف المتقاتلة هناك المعارك التي تشهدها المنطقة تهدف بحسب مراقبين الى اشغال الفصائل العسكرية في التصدي لقوات النظام تمهدا للانقضاض على المنطقة من البوابة الشمالية في ريف حلب الجنوبي والغربي بعد الحديث عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى هناك التطورات الميدانية على الارض تشي بتغيرات كبيرة قد تكون مسرح عمليات عسكرية كبيرة تشهدها الايام المقبلة في معركة قد تكون الاخيرة في المنطقة التي تعتبرها قوات نظام الاسد ومن خلفها روسيا اخر اهدافها لوجود عقدة الطرق الرئيسية في حين تعتبرها فصائل المعارضة المعقلة الاخيرة الذي تقاتل فيه عن بقائها شمال غربي سوريا ليه النقاش معنا مراسل تلفزيون سوريا في ريف ادلب مصطفى خلف ايضا عبر خدمة سكاب ينضم الينا من ادلب النشط السياسي عبد الكريم العمر ومعنا في الاستوديو الكاتب والصحفي السيد عبدالله الموسى مساء الخير لكم جميعا ابدأ من عندك مصطفى بلمحة سريعة حول اخر التطورات والمسجدات الميدانية في ريف ادلب وفي ريف حلب كذلك نعم مؤمن مساء الخير لك ولضيفيك ولمشاهدين تلفزيون سوريا ما تزال المقاتلات الحربية الروسية والتابعة لنظام الاسد تصب جامع ضبها تصب الحمم الصواريخ على المدنيين في ريفي ادلب وحلب حتى الان بلغت الحصيلة 27 مدنيا قتلوا بغراد جوية شنتها المقاتلات الحربية الروسية واخرى تابعة لنظام الاسد مدنيان في ادلب و25 مدنيا في حلب متوزعين على عدة قرى وبلدات طبعا كانت الحصيلة الاكبر اليوم في قرية كفر تعال وفي قرية كفر نوران مع سمرار القصف المدفعي والصاروخي أيضا الذي يطال معظم البلدات والقرى سواء كان في ريف حلب أو في ريف ادلب الجنوبي وريف معارض النعمان الشرقي تحديدا مع سمرار أيضا الغارات الجوية التي تطال قرى وبلدات ريف ادلب الجنوبي محيط خان السبل بالإضافة أيضا إلى سهداف مدينة معارض النعمان أيضا من قبل المقاتلات الحربية الروسية والسهداف فلدة البارا كما شاهدنا اليوم أيضا والذي أدى لمقتل مدنيين هذا هو الوضع الميداني حتى الآن مصطفى ما صحت الحديث عن أن النظام يستخدم ألغاما بحرية خلال قصفه وهي تشكل قنابة موقوطة حينما تسقط على الأرض يعني قد لا تنفجر مباشرة ما صحت هذا الكنام؟ نعم في الحقيقة نعم مؤمن في الحقيقة هذا يعني الألغام البحري هذه ليست بالحديث منذ سنوات والنظام يقصف المدن والبلدات والقرى بالألغام البحرية التي تلقيها الطائرات المروحية التابعة لسلاحه الجوي العديد من البلدات والقرى قصفت بها وهذا ما يعني يجعل من فرق الدفاع المدني تعاني في إزالة هذه الألغام إذ لم تنفجر تشكل مخلفاء هذه المخلفات يعني خطر كبير على الأهالي وكون أيضا أنها تقصف بها ليست فقط المدن والبلدات إنما الأراضي الصراعية أيضا نعم مصطفى قبل أن نختم معك هل رصدتهم أي تحركات عسكرية على الجبهات سواء في ريف حلب الجنوبي والغربي أو في شرق إدلب نعم من منذ أيام وقوات النظام المدعومة بالميليشيات أيضا المساندة لها تحاول التقدم واستعادة القرى التي خسرتها في الفترة الماضية أو منذ أسبوع تقريبا وحتى الآن تحاول الاستعادة السيطرة على تل مصيطف والإضافة أيضا إلى محاولات السيطرة على أبو جريف وفصل المعارضة تعتمد حتى الآن بسياسة الهجوم أو تكتيك الهجوم أفضل حل للدفاع عن المنطقة قبل أيام تحدثت فصل المعارضة عن تجمع لقوات النظام في محور أبو الدفنة يبدو أنك النظام يحاول أو سيبدأ بعمل عسكري في هذه المنطقة ولكن عاجلة فصل المعارضة بما سمتها إغارة على هذه المنطقة أما في ريف حلب حتى الآن يعني الهدوء البري سيد فقط التمهيد والقصف من قبل المقاتلات حربية روسية ومن قبل أيضا الترسانة في تلك المنطقة القذائف والصواريخ شكرا لك مصطفى خلف مراسل وتلفزيون سوريا من ريف إدلب شكرا لك على هذه المعلومات ويمكن أنتقل إلى أبضل موسى بساء الخير مرة جديدة ما الذي تحمله الأيام المقبلة للسوريين في ريف حلب وفي ريف إدلب بالنظر إلى المعطيات العسكرية على الأرض يقول لك الصمت أو الهدوء هو سيد المشهد فيما يتعلق فقط بجبهات القتال لكن على الجو ومن الجو يعني الوضع مزل لأنه اليوم عدة مجازر تم ارتكابها بحق المدنيين صحيح يعني اليوم كان يوم تصعيد دموي شديد صراحة ثلاث مجازر وقعت يعني اثنتين في حلب وواحدة في إدلب واستهدفت يعني أكثر من عشرين بلد في حلب وحوالي عشر بلدات في محيط معرض النعمان وجبل الزاوية طبعا قوات النظام وروسيا منذ أن خرقت اتفاق الهدنة يعني فجر يوم الأحد الماضي حاولت تقدم في محور جديد شرق خان السبل وتحديدا شرق مدينة حلب وفي جبهة يمكن أن نطلق عليها جبهة مطار أبو ظهور وفشلت بعد أن استعادت الفصائل سيطرتها على القريتين وأيضا سيطرت على تدلم السيطف الاستراتيجي كقرية ثالثة استراتيجية يوم أمس شهدنا هجوما الفصائل على محور أبو دفنة الواقع شمال جرجناز فيما يبدو وتبين أنه بعد إصدار اليوم عصرا يعني إصدار مرئي من الجبهة الوطنية التحرير لهذا الهجوم المباغت بأنه كان هدفه الدفاعي أكثر من استعادة السيطرة على أبو دفنة تبين في الفيديو تجمع سبع دبابات في أقصى أطراف البلدة وحوالي الأربعين جنديا في المباني الأولى توصلت إليها دبابات الجبهة الوطنية للتحرير فيبدو أن النظام كان يحاول التقدم من هذه الجبهة وهي جبهة الغطفة في محاولة الوصول إلى شمال مدينة معارضة النعمان باعتبار أنه يتبع منذ ريف حماس الشمالي في منتصف العام الماضي تكتيك الجيوب المحاصرة أو شبه المحاصرة لعدم الوقوع باجتباك مباشر قدر الإمكان مع الفصال وخاصة فيما يتعلق بالمدن الكبيرة كما حصل في خانشيقون التي طوقها وحاصرها دون أن يدخل في حرب شوارع تستنزفه بشكل كبير هذا الخرق الذي حصل لوقف إطلاق النار الأخير والذي عولت عليه تركيا بأن يستمر طويلا يعني يحكس نوعا ما عدم تبلور تفاهمات حقيقية في الخطوط العريضة بما يتعلق بإدلب أو تطبيق اتفاق سوتي بين روسيا وتركيا روسيا عندما فشلت قوات النظام التي هي تعاني روسيا من معضلة حقيقية بالنسبة للأعداد وقوات النخبة لدى قوات النظام لفتح محاور جديدة بهدف الوصول إلى الطريق الدولي أو ربما تطويق مدينة معارضة النعمان ولهذا توقفت بعد جرجناز لكن في هذا الوقت بينما تستعد ليفتح محور جديد بعد فشل محور خان السبل أو شرق خان السبل بدأت طيرانها بضرب أهداف بين أهداف معظمها هي أهداف أو 90% أهداف غير عسكري بينما قصفت حوالي أربع مقرات فقط للفصائل في غرب حلب واليوم دخل مروح النظام على الخط بما ينذر بكارثة إنسانية جديدة بدأت اليوم على ما يبدو بالمجازر الكبيرة التي وقعت غرب حلب نفس السياسة نفس التكتيك الذي تتبعه روسيا من موضوع تهجير الأهالي قدر إمكان من المنطقة وخلق أزمة إنسانية إضافية بالنسبة للتركيا لتحاول التعامل معها بشكل أو بآخر وأيضا أفراغ المنطقة بما يؤثر نوعا مع لمعنويات المقاتلين الفصائل من أبناء هذه المنطقة أساسا استغلت هذا الوقت لحين تجهيز العمل برقوات النظام في قصف ريف حلب الغربي والجنوبي لكن بهذا التكتيك تحتاج لفترة طويلة لتفرغ المنطقة من سكانها سنتعمل هذه النقطة على أثر هذه النقطة ولكن بعد أن أسأل عبد الكريم كيف يقرأ الشارع السوري اليوم في إدلب وفي الشمال التابع الخاضع لسيطرة المعارضة كيف يقرأ هذا القصف الجوي المكثف برأيك إلى ما يمهد هل يمهد لاشتياح بري قادم أم أنه يأتي في سبيل الضغط طالما لا يوجد تفاهمات واضحة بين روسيا وتركيا أو على الأقل هناك خلاف من صحة تعبير نعم مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكل من يتابعنا طبعا هذا القصف الذي يحصل أساسا في ريف حلب الغربي حجم المجازر اليوم العدد الكبير في الشهداء في الدمار في كل مكان في ريف حلب وفي ريف إدلب يعني لا شك أنه يمهد لعمل ما يعني الموضوع الحديث الدائم عن عدم وجود تفاهمات أو اتفاقيات يعني كان هناك مدائع أخيرة بين الرئيس التركي والرئيس أردوغان ثم وفد تركي زهب إلى عفوا بين الرئيس التركي والرئيس الروسي ووفد تركي زهب إلى موسكو من أجل الحديث عن وقفة لاق النار في إدلب والهدن التي ترحتها كانت تحدث عنها وزارة الدفاع التركية الروسية ثم التركية دائما الحديث عن عدم وجود تفاهمات يعني هذا الأمر لم يعد أحد يقتنع فيه بالداخل خاصة أن حجم القصف حجم القوة النارية المستخدمة الأسلحة الفتاكة الجديدة يعني التي تقوم روسيا ونظام السوري بقصف المناطق المدنية فيها دليل على أن هناك عمل ما يحضر على أن هناك اشتياح فعليا ومحاولة النظام السوري السيطرة على مناطق جديدة وبالتالي امتداد القصف إلى أماكن ومناطق لم تشملها أو لم تقصف منذ طويلة أو منذ بدء السنوات باتجاه ريف حلب الغربي باتجاه قرى نائية فعليا يقتنها عدا سكانها ألاف النازيات من النازحين وألاف النازحين يعني هذا شيء دليل أن الموضوع لا يتعلق بمدى التفاهمات التركية الروسية أو الحديث الدائم عن تطبيق اتفاقية تسوتشي أو أسيطاني الخاصة بإذنك يبدو أن هناك فعليا شيء ما يحضر الناس لم تعد تثق فعليا بما يتحدث به في الإعلام موجات النزوح القادمة من ريف حلب الغربي هناك من خلع حتى نوافذ وأبواب منزله لأنه يعلم تماما أنه غير قادر على العودة الفعلية في ظل هذا القصف وفي ظل عدم الوجود أي حل حقيقي وجدي يقف آلة القتل يقف هذا النزوح الكارسي يقف هذه المجازر الضخمة اليوم القصف امتد من من ريف حلب الغربي إلى ريف إدلب الشرقي الجنوبي الغربي مناطق في جبل الزاوية يعني حرب على كل المنطقة فالموضوع الحديث دائما عن تفاهمات عن هدن يعني الناس سمتعد تقتنع فيها بصراحة لأن الواضح تماما أن القادم أسوأ والقادم كارثي أكثر مما نعيشه في هذه اللحظة نعم عبد الله نعود إلى التكتيج الذي تتبعه قوات النظام عبر القصف الجوي المكثف والتي شهدناه واضحا اليوم خلال المجازر المرتكبة لكن كيف برأيك كيف تقيم أداء المعارضة مع هذا التكتيج الجديد وهل ينجح هذا التكتيج بالأصل في إجبار المعارضة على التراجع خصوصا فيما يتعلق بنقطة معنويات المقاتلين على الجبهات يعني فعليا يمكن التعويل على قدرة فصال على المقاومة والدفاع عن المنطقة بشكل جيد وهو متناسب بالأخير بحكم الدعم التركي لهذه الفصائل يعني الذخيرة تفرض نفسها في كل مرة إن كان من ناحية النوع الآن هناك نوعا ما وفرة جيدة بحكم أن الفصائل استخدمت يعني أو ضربت 16 هدفا خلال الأسبوع الماضي لقوات النظام ثلاثة في حلب والباقي في إدلب ويعني قتل في إحدى هذه الضربات جنود روس بينهم ضباط كان هناك ضربات جيدة خاصة فيما يتعلق برميات صواريخ تختلمت عن ذلك آليات في هذه الضربة تماما ويعني ضربة تجمعات من إشيات الإيرانية التي تعتبر رأس حرب للنظام في موضوع جبهات ريف حلب الجنوبي وتم استهداف معامل الدفاع يوم أمس من قبل جبهة الوطنية التحرير أيضا هذه التحرير الشام استهدافت معظم تجمعات الميليشيات الإيرانية وحركت أنه جباء في محيط منطقة العيس التي تعاد أبرز أهداف النظام في حال قرر فعلا فتح جبهة في جنوب حلب لكن فيما يتعلق بموضوع التصف الجوي أساسا الكل عاجز في الداخل عن إيقاف هذا الأمر والتعويل فقط يكون على الضامن التركي فيما يتعلق بتخفيض التصعيد الجوي إن لم يتمكن ضامن التركي من إيقاف العمليات البرية لقوات النظام لكن في الحديث عن موضوع معنويات المقاتل في حال أفرغت الجبهة هذا تكتيك روس يبدو أنهم أثبتوا أو أيقنوا بنجاحه من قبل الثورة السورية من تدخلات الاتحاد السوفيتي السابقة في سوريا تحديدا تعززت هذه النظرية الروسية التي تلعب على العامل النفسي بالنسبة للمقاتل باعتباره حجر الأساس في المعركة أساسا بعيدا عن كل عوامل أخرى المقاتل عندما كان يدافع في فترة الأنماط القتالية القديمة في نهاية 2013 و2014 بدفاع عن بلدة أمام قوات نظام تحاول تقدم بريا وسط تمهيد جوي ضعيف كثير نسبيا بما يحصل الآن فهو يدافع عن أهله فيما يخص بالرقم الأول عائلته ومن ثم عوائل باقي المقاتلين وأصحابه وابناء قريتها وبلدته فهذا يعطي دافع كبير جدا ويعني تكون مسؤولية أقرب إليه بكثير يراها بعينه وكان هناك نوع من استماتي حصلت في العديد من المدن والبلدات السورية التي شهدت محاولات كبيرة للنظام للسيطرة عليها فشلت بعضها ربما مؤخرا في شرق إدلب على محور التح تماما يعني لهذا الروس يستهدفون في البداية قدر الإمكان بين أهداف معظمه غير عسكري طبعا ومن ثم تأتي يعني مروحيات النظام منذ قريب تحدثت عن الألغام البحلية الألغام البحلية يعني أقل تدميرا من البرميل لكن البرميل يعني يستخدم في المدن الكبيرة لهدم مباني من ستة طوابق لكن نحن نتحدث الآن مسرح عمليات يشهد يعني يوجد فيه بلدات وبيوت عادية من طابق واحد غرفتين أو ثلاث غرف فالبرميل كافي لأن يهدم نصف المنزل وبالتالي يكون ضرره أكبر على مستوى تحقيق الهدف الروسي أو تحقيق هدف النظام من ناحية تهجير المدنيين وأعطاء هذا الانطباع المدني بأن المنطقة غير آمنة على الأطلاق المقاتل بشكل كبير تؤثر عليه إفراغ المنطقة الروس أكثر من يعلم ذلك ويعني وجدوا نتائج لهذه الاستراتيجية في موضوع التهجير والتدمير والأرض المحروقة لكن يعني حتى الآن هناك الفصائل زجت بقوات يعني لا يمكن أن نقول أنها كاملة باعتبار أنها ما زالت في مرحلة الدفاع يعني منذ معركة شرق المعرة وحتى الآن لا تريد أن يكون في المنطقة التي تتعرض فعلا لمئات الصواريخ الإقراد والغارات الجوية في منطقة ضيقة لا تريد أن تزوج بكل قوات تماما لتفادي نوعا المال خسائب الكبيرة سننتقل سريعا إلى نقطة أخرى وهي مواقف الأطراف الدولية الولايات المتحدة والتركيا اليوم من جانب المعارضة هل نشهد أي حركة مفاجئة ضد قوات النظام على جبهات القتال بدفع أو دعم أمريكي تركي ربما يعني بدأ الحديث عن هذا السيناريو منذ أربعة أيام تحديدا جرت فعلا بالنسبة لقادة عسكريين أكدوا جولات استطلاع متعددة لما يبدو أنهم يعني عمل على نطاط واسع بنديرة حلب أو أطراف مدينة حلب بنقاط معينة هي هدف لذلك وعلى هذا الأساس النظام زج بالمزيد من القوات هناك إما للدفاع في حال بدرة فصال بالهجوم في جبهات معينة أو للهجوم نظام ربما يجد نفسه متاحا أمامه فتح جبهات غرب حلب لكن هذا أمر مستبعد جبهات غرب حلب نحن نتحدث عن منطقة الراجدين المنصورة البحوث العلمي وخانطومان منطقة شهدت يعني عمليات الأعنف التي حصلت في الشمال السوري في معركتي فك الحصار عن مدينة حلب هي محصنة بشكل كبير جدا ويعني هنا نتحدث عن حرب مباني وشوارع خاصة في ما يتعلق منطقة الراجدين والمنصورة بينما الحديث عن جنوب شرق أدلب فهي أرض سهلية منبسيطة نظام سيطرة عتلة ويسقط ناريا عدة قرى حولها يعني هذا يشير إلى احتمالية تقدم المعارضة في ريف حلب مقابل ربما أن تكون حظوظ النظام أكبر في إدلب نعم يعني هو فعليا خيار ممتاز نظر لما يحدث أن تجر الفصائل وتفرض زمان ومكان المعركة في مكان يناسبها وزمان يناسبها الحرب في المناطق المفتوحة بالنسبة للفصائل تكون دائما خاسرة فيها لأن الأمر بمعركة خمسين دبابة على محور ثلاث كيلومتر بينما الفصائل لا يمكن أن تزوج بهذا العدد أبدا فيما يتعلق بحرب المدن وحرب الشوارع والمنطقة التي يوجد فيها مباني وصعبة يعني تضريسيا جنوب حلب منطقة تحكمها أربع اعتلال رئيسية مؤتوى الحكمة وخان طومان يعني تل مع النظام وتلتين مع الفصائل فهذا يعطي أفضلية للفصائل في اتفاع والهجو أختم مع عبد الكريم هذا المحور عبد الكريم ما مدى التعويل اليوم على قيام المعارضة بهجوم معاكس ضد قوات النظام خصوصا أنه يوجد مقاومات لذلك ويوجد عوامل تساعد على ذلك لسيما في ريف حلب وسمعنا أيضا التحليل من عبد الله حول هذا الموضوع عندما تحاول المعارضة السورية في هذا الصمت الدولي حيال ما يحصل من مجازر الصمت الأممي فعليا الوضع الإنساني الكارثي يعني هي حياة إما حياة تسر الصديق وإما مات يغيظ العيدة وهي معركة واحدة فعليا أنا باعتقادي كما ذكر الأستاذ عبد الله أنه فتح محور حلب قبل أن يبدأ النظام بأي هجوم بري ممكن أن يعيد يعني تحييد النظام ممكن أن يجبر النظام فعلا على وقف هجماته حلب لها وزنها في المعركة حلب تغير المعادلة ولاحظنا تماما بعد سيطرة النظام السوري على مدينة حلب كيف تغيرت المعادلات هي القضية التاريخية من يسيطر على حلب يسيطر على سوريا وبالتالي المعارضة السورية مطلوبة من جميع فصائل هذه الأستثناء فعليا توحيد العمل العسكري في قيادة عسكرية واحدة في غرفة عمليات مركزية واحدة والبدء بمعركة فعليا تجبر النظام الروس على وقف عدوانهم وعلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد وبالتالي فعليا المقاومات لا تزال موجودة ولكن أجب أن نتذكر جميعا أن الدعم العسكري متوقف عن المعارضة السورية منذ مجيء ترامب عندما أوقف غرفتين الموم والموك وبالتالي لا يجد فعليا دعم عسكري كل ما هناك دائما نحن نعول في الداخل السوري على سقوط هذه التقاطعات التي بنتها بنها المجتمع الدولي على دماء السوريين وهذا بالنهاية يصب فعلا في مصلحة السوريين أي خلاف تركي روسي ربما بالنهاية هو اللي صالحنا وبالتالي إذا تحرك الأمريكان باتجاه تقديم الدعم الجديد لفصائل المعارضة السورية قادرة هذه المعارضة على قلب الطاولة على الروس والنظام شكرا لك عبد الكريم الأمار ستتبقى معنا وستتبقى معنا أيضا سيد عبد الله في سياق المحور الآخر مشاهدين بعد الفاصل محور ثاني اتقوا معنا اشتركوا في القناة